أتمنى السلامة للعب عبدالعزيز العلاوي ونتمنى أن تكون الإصابة بسيطة وأنه يرجع يلعب وما في إن شاء الله إلا العافية ألف مبروك للباطن هارد لاك لأبها وهالمرة نبتدي معك فوص صعب لكن ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة للباطن خصوصا بعد الخسارة الأولى ضروري جدا ولما تفوزين على فريق تقريبا من نفس المستوى هاي سموها المباراة بست نقاط الجبلي في أفضل حالاته هذا ثاني هدف على التوالي يسجل في مباراتين وهو ليس مهاجم أنا أعتقد اليوم الباطن رد اعتباره يلعب على أرضه يجب أن يخطف النقاط مرة أخرى الفريق يقدم تنوع في التسجيد شاهدنا الهدف الذي سجل في المباراة السابقة بطريقة مختلفة برغم نفس اللاعب الذي سجله من ركلة الجزاء كانت أنا أعتقد أنه الباطن بنفس شخصيته اللي ظهر بها الموسم الماضي على أرضه فريق صعب وهو هذا إذا لا تستطع أن تفوزين في ملعب المنافس على الأقل في ملعبك تحقق الفوز بالتأكيد أستاذ أحمد ليش يعني أبهى رغم السيطرة اللي شفناها يعني في بداية المباراة وما كان في خطورة ليش ما ظهر بنفس الصورة اللي ظهر بها أمام نادي الشباب وبرضو هذه مفارقات الدوري السعودي يعني أصبحت الآن التقلب في النتائج وعدم أيضا الميل لكثير من الترشيحات اللي ترشح فريق على أحصار فريق أصبحت اليوم أن عندنا معادلة الفوز والخسارة يحكمها أداء الفريق في الملعب ويحكمها أيضا ظروف الفريق للأبهى ذهب إلى الباطن وكل وراق الترشيحات الترشيحات صب لصالحه وعطفا على المستوى الذي قدمه من الشباب الباطن نفس الطريقة عطفا على المستوى الذي لم يكن جيد أمام الاتفاق لكن في النهاية حدث الجنون في آخر دقيقة في 84 يتعاقد وفي اتعادل أبها وفي آخر الوقت بدله بضايع يخطف الباطن ثلاث نقاط اليوم الدوري السعودي يعتقد أن كل الفرق اللي لعبت على أرضها كسبت باستثناء فقط التعاون الحزم كسب من الأهل نقطة الفيصل كسب النصر ضمك كسب أيضا جولة ثانية تقريبا بعد الشيء مختلفة عن الجولة الافتتاحية على ما يبدو أنه دور كأس الأمير محمد بن سلمان سيكون مليء بالمفاجآت من هو رجل المباراة حفظ للمشاهد